نعم مين معنا؟ مستاذة إسراء تتفضل؟ مستاذة إسراء أهلا وسلام عليكم تفضلي أهلا وسلام عليكم وسلام عليكاته مستاذة حريك أنكم تعيزة أسأل على الورد اللي هو القرآني اللي هو مثلا عن مين جروب على الواتسة وكل واحد من فرد من العيلة بياخد جز يقراه للمتواصل طيب حديك عايزة تسألي متى جواز ده وقال ده يصل سوابه للمتوفه ولا لا بالضبط طيب أجاوب حضرتك في سؤال تاني أستاذة إسراء لأ وبرضه في سؤال تاني كنت عايزة أسأل عليه تفضلي هو في ظلم من الأب والأم في إيه؟ يعني في ظلم من الأب والأم في إيه؟ في العطاية آه يعني بيميزوا بعض الأولاد على الأولاد الآخرين صح؟ آه بالضبط كده طيب الأولاد اللي هم حصل عليهم التمييز دول بيبصوا في فلوس أبوهم أمهم ليه؟ لا أمهم مش بيبصوا أمهم لهم زعلانين ليه؟ أمهم لهم زعلانين ليه؟ استاني بس استاذة إسراء فهمي سؤالي بس شوي هو لو هم ما بيبصوش يبقى فين الظلم ما هو الظلم أنه هو أنه هم حاسين بالتفريقة أيه ما أنا بقوله هو التفريقة دي هي التفريقة دي ظل؟ هي أعيدة طمعا عندك أولاد يا أستاذ إسراء؟ عندك حد فيهم شاي وتعبك وواحد تاني بكويس؟ والاتنين لتنين لطاف الزاسين يعني زي بعض يعني كويس نفترض أن فيهم واحد شاي والتاني لطيف بيحبك وبيحن عليك وبيعملك كده هتعملي إيه؟ مش قلبك بيميل لي واحد منهم؟ قلبي هيميل آه كويس ده ظلم صح؟ ظلم مني ممكن آه لا أبدا أبدا خالص الإنسان جبل على حب الإيه؟ على حب الخير أه فليه إحنا بنعتبر الإنسان لما يعطي لحد لأنه الأحسن؟ ما نقول للأولاد أنهم يبقوا طيبين أحسن بدا ما نقول للأولاد أنه أنتوا كده مظلومين ما نقول للأولاد أنه أنتوا خليكم طيبين إيه رأيك؟ مش اللي أحسن كده؟ يعني نقول للأولاد خليكم ما تبصوش على أموال أهلكم لأن أموال أهلكم يعني أنا بستغرب جدا لما ييجي الولد يتكسب ويروح يشتغل فما يسهمش في البيت ويقول أنا عندي زمة مالية مستقلة ولما أبوه يتصرف في ماله ما يبقاش عنده زمة مالية مستقلة الأب عنده زمة مالية مستقلة يتصرف في ماله كيف ما يشاء كونه هو لازم يكون حكيم ويعطي الأولاد كده عشان يقدر الأولاد ما يغرش صدر الأولاد آه بس الأولاد كمان زي ما بنقول للأباء خليكم حكماء في التعاون مع أولادكم لازم نقول للأبناء خليكم أطقياء في التعاون مع أبوكم وموكم وعشان كده أنا مش موافق على أن التفرقة في المال ما بين الأولاد ده معنى من معاني الظلم الأب حر لكن إذا كان واحد منهم عايز أموال زي التاني ما يحسن لأبيه آه أصل التاني بيأكل بعقله حلاوة ما تأكل أنت بعقله حلاوة يعني التاني ممكن يكون بيعمل الكلام ده برا بأبيه ولا برا بأمه أنت ليسا مثل بر ده أنه بيأكل بعقله حلاوة ده بيبر أبوه وأمه الحاجات تي لازم نعيد تكرسها في أزهاننا يا جماعة ده مال أبوي وأمي وأنا مطالب بأن أنا أبر أبوي وأمي أصلا هو فرق ما بيني وبين أخوي ما جايز أنت فيك حاجة محتاجة التعدل لا والله أنا زي الفل نظرتك ومقارنتك وتركيزك في مال والدك يقول أني أنت من زي الفل بشكل واضح عشان بس أني بقى إيه ما كانش فيه حد بعد رسول الله سلم أعدل من سيدنا أبو بكر سيدنا أبو بكر ميز السيدة عائشة وأعطاه جزاز نخل ما أعطاش للسيدة أسماء ولا الغير فالمسألة مش كده خالص فأنا بقول لحضرتك يعني المسألة مش كده أستاذ أسماء مش كده أستاذ أسراء ترجمة نصف